موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام حصاد الأسبوع من قناة يو اي تي فيا الأوكرانية بالعاصمة كييف أصحبكم فيها أنا محمد زاوي والبداية بأبرز العنوين حلف شمال الأطلسي الناطو يعلن دعمه المتواصل لأوكرانيا خارطة طريق للسلام في شرق أوكرانيا وكييف تصر على شرطة مسلحة بالدنباس وفي الحصاد أيضا أوكرانيا تشهد ثاني عملية زرع قلب اصطناعي في التاريخ حلف شمال الأطلسي الناطو سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا المساعدة ستكون من خلال الصندوق الاستئمانية وذلك لتطوير مؤسسات الأمن والدفاع فضلا عن ععادة تأهيل الجنود الجرحة الاتفاق هذا تم بين الرئيس الأوكراني بيترو باراشنكو والأمين العام لحلف الناتو يينز شتولتنبرغ وفق لباراشنكو فإنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تخصيص جميع المساعدات إلى أوكرانيا من أجل إتمام عمليات الاصلاح وأضاف بأنه لم تتغير خطة البلاد للوصول إلى معايير الناتو بحلول عام 2020 وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده مهتمة بتعزيز قضايا التعاون والأمن الإقليمي وأشار إلى أن الحلف دعم مبادرة تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق حول اتفاق مينسك للسلام والتي اعتمدت في 19 أكتوبر في برلين من قبل قادة رباعية النورماندي الاتفاقية بحسب بارشينكو هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام كما أوضح شتولتنبرغ بأنه على استعداد لعقد اجتماع جديد لمجلس الناتو وروسيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا أوكرانيا تلتزم باتفاقات مينسك ومستعدة لتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاقات ولكن مع الحفاظ على مصالحها نحن نصر أنه الآن في غاية الأهمية تنفيذ حزمة الأمن بأكملها بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري والوصول الشامل لمراقبي البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون إلى خط التماس وفي المناطق التي تم سحب الأسلحة والقوات منها وكذا الحدود غير الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وإلى كل مناطق المحتلة أفضل رد للناتو على العدوان الروسي هو أوكرانيا قوية إصلاحات فعالة من شأنها أن تساعد بلدي في الوصول إلى معاييره في شمال الأطلسي لا تزال الأزمة في أوكرانيا علامة سوداء على خريطة أوروبا فهناك ألاف القتلى والعديد من الجرحة الناتو سيواصل دعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا يجب على جميع الأطراف أن تنفذ بالكامل والاتفاقات منسك وأوكرانيا أيضا مسؤولة عن ذلك ولكن المسؤولية الأكبر تقع على روسيا لأنها لا تزال تدعم الانفصاليين مراقب منظمة الأمن والتعاون يجب أن تكون لديهم حرية الوصول إلى كامل المناطق في ذات السياق أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بارشانكو أن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل دعم أوكرانيا باستمرار وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بالقادة الأوروبيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي بارشانكو قال أن أغلبية الدول الأوروبية تعمل لصالح استكمال عملية مصادقة على اتفاقية الشراكة وإلغاء التأشيرة على دخول المواطنين الأوكرانيين هذا الأمر تدعمه الغالبية العظمى من نواب البرلمان الأوروبي ما رأيناه في ماستريخت وهي مدينة رمزية فقبل 25 عاما في هذا المكان تكون اتحاد مالي يرمز إلى التكامل الأوروبي وكنت لأول مرة في هذه القاعة أين تم توقيع على هذه الوثائق التاريخية وشعرت أن هناك دعما قويا للغاية من الاتحاد الأوروبي لتطلعتنا في تنفيذ تلك البرامج التي ناقشناها جرت خلال هذا الأسبوع محادثات بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا في إطار مجموعة رباعية الروماندي بهدف إعطاء نفس جديد لعملية السلام في شرق أوكرانيا وفيما برز جو من عدم التفاؤل حول النتائج المتوقعة لهذه القمة فإنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لتنفيذ اتفاق مينسك للسلام خارطة الطريق سيعمل على إعدادها وتطويرها كل من وزراء خارجية أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل ومن أهم ما ستتضمنه هو انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية والسماح لبحثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين وكذلك إلى الحدود غير الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وزير الخارجية الأوكراني باول كليمكن أعلن عن لقاء قريب بين الوزراء الأربعة لمناقشة هذا الأمر موقفنا أنه بدون تنفيذ عدد من الاتفاقات الأمنية الرئيسة بما في ذلك وقف تام لإطلاق النار والأهم من ذلك في موقفنا في الاجتماع هو المراقبة من قبل بعثة منظمة الأمن والتعاون وحق الوصول الكامل إلى الأراضي المحتلة في الدومباس وكذا حق الوصول الكامل إلى المنطقة الحدودية الخارجة عن السيطرة دون سحب القوات الروسية النظامية والمرتزق الموالين لروسيا وسحب السلاح الروسي الانتقال للحديث عن القضايا الأخرى أمر مستحيل ينبغي أن تتضمن خارطة الطريق البعد الأمني ومن المنطق اتخاذ الخطوات السياسية وضرورة الإجراءات الإنسانية بالإفراج عن جميع الرهائن والسجناء السياسيين في شأن آخر بدأت خلال هذا الأسبوع المحكمة الدستورية الأوكرانية في إجراءات حرمان فيكتوريانوكوفيش من لقب رئيس أوكرانيا القوانين ذات الصلة اعتمدها البرلمان الأوكراني في عام 2014 والتي جاء فيها أن فيكتوريانوكوفيش بطريقة غير دستورية رفض القيام بصلاحيات رئيس جمهورية أوكرانيا الأمر الذي هدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها وكان الرئيس الأوكراني بيترو بارشانكو في وقت لاحق طلب من الدولة المحكمة الدستورية أقول التحقق من انتثال هذه الوثيقة للقانون الأساسي فوفقا لبرشانكو فإن البرلمان لا يمكنه حرمان يانوكوفيش من لقب الرئيس لأنه وفقا للدستور تبقى هذه الصفة مدى الحياة فيما أرأوا القانونيين تختلف حول هذه المسألة تعتقد المجموعة الأولى من العلماء أن هذا القانون غير دستوري ويجب إلغاؤه والثاني أنه رسميا غير دستوري ولكن تم وضعه في حالة لم يتم فيها الاعتماد على القانون الأساسي ولذلك من غير المقبول اعتباره غير دستوري والرأي الثالث أن البرلمان تبنى قرارا سياسيا وهو ما يعني أنه لا يمكن أن يكون الموضوع مجالا لتحليل المحكمة الدستورية في أوكرانيا للتذكير فإن فيكتور يانوكوفيش فر من أوكرانيا في 22 فبراير عام 2014 وأصبح معلوما فيما بعد تواجده على الأراضي الروسية السلطات الأوكرانية تتهمه بالتورط في عملية قتل جماعي للمتظاهرين خلال أحداث الميدان إضافة إلى تهم الخيانة والاستخدام الخاطئ للسلطة وعدد من الجرائم الأخرى في أشأن الاقتصاد تم خلال هذا الأسبوع عرض هيئة تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا والتي تتبع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة ما هي هذا الهيكل وأهدافه نتعرف عليها في هذا التقرير إنه عصر التغيير في أوكرانيا فمن إصلاح قطاع الجمارك إلى الشرطة والقضاء وصولا إلى نظام لا مركزية التغييرات مست معظم أجهزة الدولة لكن تحقيق الأهداف ليس قريبا وللمساعدة في هذا الأمر تم إنشاء هيئة تعنى بتنفيذ هذه الإصلاحات مثل هذه الهيئة كمكتب الإصلاحات تعطي إمكانية لتحسين القدرات لتكون أكثر مهنية والحلول التي نقترحها مهمة جدا في تغيير نمط الحياة في بلدنا نحن لا نقوم بالإصلاحات من أجل الإصلاحات أعضاء مكتب تنفيذ الإصلاحات سيقومون بوضع الأولويات التي يجب على أوكرانيا التوجه نحوها حيث تعمل العديد من المكاتب والهيئات ضمن عملية الإصلاح في مختلف المجالات هذه الهيئة ستكون العنصر الرئيسي الذي يجمع كل هذه الهيئات واللجان المرحلة الأولى هم المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما الذين سيتم توجيههم في مناطق معينة والتركيز على تنفيذ الأولويات التي أنشأتها الجهات المعنية في برنامج أنشطة الحكومة للعام المقبل الشركاء الأوروبيون مستعدون لدعم أوكرانيا في إصلاح القطاع العام وغيرها من القطاعات الأخرى سواء بالمال أو بإرسال المختصين في مختلف المجالات حيث سيبدأ هؤلاء عملهم في المستقبل القريب في وزارات المالية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والسياسة الزراعية سوف نقدم أفضل الخبراء لفريق دعم الإصلاح وسوف نساعد الوزارات الرئيسة لتقديم استراتيجيات الإصلاح التي تم اعتمادها وسوف نساعد أيضا على إصلاح بنيتها التاخلية الفضل في ذلك يرجع إلى حكومات الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أصبحت جهات مانحة، حيث يمكننا تخصيص ثمانية ملايين يورو بالفعل لذلك هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم أكثر من مائة مليون يورو للإصلاحات الجارية في القطاعات الحكومية حيث سيتم تقديم هذه الأموال على دفعات حتى العام 2020 جرت خلال هذا الأسبوع في أوكرانيا ثاني عملية لزرع قلب اصطناعي في التاريخ والأولى من نوعها بالنسبة لامرأة فبعد خمس ساعات داخل قاعة العمليات، خرج الأطباء الأوكرانيون ونضراءهم من ألمانيا مبتهجين بنجاح هذه العملية وأصبح لدى الأدمي لصاحبة الثلاثين عاما فرصة لانتظار متبرع بهذا العضو الحساس تفاصيل أكثر في هذا التقرير قبل سنتين تعرفت على تشخيص مخيب بالأمال بعد تأكيد إصابتها بمرض في عضلة قلب بحيث أدى إلى تمدد في هذه العضلة وعلى مدار الستة أشهر الماضية زاد حجم قلبها بأربعة أضعاف لتكون في حاجة ماسة لزرع هذا العضو الحساس من أحد المتبرعين الحل أمام الأطباء كان زرع قلب اصطناعية وبدأت لدميلا تحضر نفسها لهذه العملية منذ شهرين زرع قلب كان هو العلاج الوحيد بالنسبة لي في البداية كنت أريد إجراء هذه العملية في بيلاروسيا ولكن لم أستطع التوجه إلى هناك وكخيار لي هو إجراء عملية زرع قلب اصطناعي فالأمر يسوء وأنا أنتظر خمس ساعات في غرفة العمليات والدميلا في العناية المركزة تقول أنها تشعر بارتياح قرارها بإجراء عملية زرعة قلب اصطناعي جاء من أجل ابنها الصغير المتواجد في منطقتها عندما استيقظت بعد العملية شعرت بتحسن وعلى الفور فكرت في ابني وكيف يبتسم كل هذا من أجله عمره تسعة أعوام من أجل أن يكبر ويتعلم قررت إجراء هذه العملية فبمجرد أن أتحسن وأقف على قدمي سيأتي إلي كل الأمور الحالية تناسبنا هي الآن تأكل وتشرب كما قامت شقيقتها بزيارتها كان هناك تشاور مع زملائنا الألمانيين نقشنا كل صغيرة وكبيرة وبشكل عام نحن جميعا راضون كل ما خططنا له تم عمله دون أي مضاعفات القلب الاصطناعي عبارة عن توربينات بها مداخل ومخارج ويوجد في داخله قرص صغير يقوم بتمرير الدم بحجم 5 لترات في الدقيقة صاحب هذا القلب يحمل معه دائما محفظة بها بطارية خاصة القيد الرئيس بالنسبة لهذا العضو عدم تعريض هذا الجهاز ليكون مبلولا لا يجب القيام بحركات خطيرة والسباحة في البحيرة ولكن يمكن قيادة السيارة وممارسة الرياضة ويوجد بعض الرياضيين في أمريكا يمارسون كمال الأجسام يمكن تقوية العضلات والمشاركة في المسابقات لذلك فالقيود موجودة لكنها قليلة هذه ثاني عملية زرع قلبين اصطناعيين في أوكرانيا فالأولى تم إجراؤها العام الماضي للأوكراني باول داروشكو صاحب الأربعين عاما ووفقا لمدير معهد القلب بوريستدوروف فإن أكثر من ألف أوكرانيين يحتاجون لمثل هذه العمليات سنويا ولزيادة فرص حياة هؤلاء المرضى فإن هناك حاجة لتوفير تمويل من ميزانية الدولة لمثل هذه العمليات مسألة زرع القلب يمكن حلها في أوكرانيا بعمليات زرع قلب آلي لقد ناشدت وزير الصحة فضلا عن لجنة الميزانية حتى يكون هناك في العام المقبل برنامج لشراء قلوب اصطناعية بالكميات التي نحن في حاجة إليها القلب الاصطناعي لكل من لودميلة وباول تم جلبهما من ألمانيا برعاية بوريستدوروف حيث يبلغ سعر كل واحد منها حوالي المائة والعشرين ألف يورو وتم تجميعه ثمانين ألف يورو لباول وأربعين ألفا للودميلة فيما يدعو الأطباء للمساعدة من جميع المهتمين في الرياضة تنوعت نتائج النواد الأوكرانية في الدوريات الأوروبية ففيما يواصل شخطار داناتسك نتائجه الإيجابية في الدور الأوروبي تعطل جديد لكل من دينامو كييف وزوريا لوهانسك شخطار ضرب بقوة أمام ضيفه نادي جينت البلجيكي بخماسية نظيفة بينما سجل زوريا لوهانسك في نفس المسابقة خسارة جديدة أمام فينورد الهولندي بهدف دون رد من جانبه سجل بطل أوكرانيا دينامو كييف خسارة جديدة في دور أبطال أوروبا أمام بنفيكا بهدفين دون مقابل نتيجة صعبت من مهمة النادي الأوكراني في التأهلي للمرحلة المقبلة شركت السيدة الأولى مارينا بارشانكو في حفل رقص مخصص للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة بمدينة إيفانو فرانكوفسك غرب البلاد الحفل افتتح بالرقص التقليدي من طرف المشاركين الذين وصل عددهم نحو خمسين مشاركة الحفل أقيم بمبادرة من دائرة الإغاثة المالطية والتي تنشط في أوكرانيا منذ عام 1990 وإحدى مهامها الرئيسية التنشئة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على هذه الرقصات ننهي حصاد الأسبوع نلتقي بكم الأسبوع القادم بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة